بسم الله بسم الله عدنا والعود وأحمد طبعا انا انقطعت عن عمل فيديوهات الفترة من سبب ظروف يعني خارج عن إرادة بس السغل ما توقف يعني احنا شغالين في السكراب زي العادة بس تصوير هو اللي احنا تأخرنا فيه يعني علش هاش انه كان عندنا مشاكل اصلا في التصوير احنا شغلنا شريع تكون صعب علينا قاعد نصور كل حاجة الحين طبعا هذا جاعت للشغل هذا غير انه توقفنا يعني فترة برضو اه الورشة مقلوبة فوق تحت يبغى ان اليوم عادة تنظيم عندنا هنا اسلاك مع بوردات اوكترونيات تلفزيونات ريسي فرات بالكوم خمسة ستة سبعة هناك فيها الامنيوم وفيه دنموات عدد كبير من الدنموات يبغى عادة فرز هنا فرز مبدئي الامنيوم الواحدة الحديد نحاسيات هذا كابل لازم اقطعه واسويله عزل هناك برضو شوية كوابل برضو عايزة عزل عايزة هنا فيه السلك الشبك طبعا كل حاجة الوحدة عشان تنظيم لما حتى تجي تركب سيارة دينا لازم يكون كل شيء مترتب عشان في الميزان ما تتلخبط يوزن كل حاجة الوحدة هذا هنا الحديد الثقيل هذا الوحدة عشان لما نجي ركب دينا يكون هو اول حاجة تركب هو الحديد الثقيل وبعد كده الحديد الخفيف او اللي هم يصنفونه خفيف طبعا التهسونيخ الخفيف 30 هلالة الكيلو إلى 35 هلالة الكيلو الثقيل من 45 هلالة إلى 55 هلالة حسب سعر الحديد في البورصة طبعا عندنا كمية تقريبا حدود اثنين طن اتمنى طبعا اثنين طن لازم يخلص بسرعة افرز الألمنيوم والنحاس عشان سيش لانتطلعة بدون ألمنيوم وبدون نحاس راح تكون مخيبة للعمال وما تجيب تكلفة النقل والعمالة اللي بتشيله فالله يكون في العون نحن هنا ببدأ الكوابل قصصها طبعا عندنا سلك كابل 5.05 ميلي هذه المكينة واشتغلت أمس وقبل أمس على بعض الكوابل هناك هذه عدتنا هنا يبغى لها برضو ترتيب شوي الحقها شوي تراب وغبار لما نقعد فترة كده سبحان الله كأن المعدات تزعل مننا كل حاجة وهنا في براميل كتير محتاجة نفضيها ونشوف ايش اللي ممكن يروح الميزان ايش اللي ممكن يجلس لحد طرعة ثانية عندنا شغل رح يغطي بهترة يعني بحاول ان شاء الله قدر مستطاع انه أصور الحاجات اللي أفكها عندي هنا مكنسة كهرب رأس مكنسة كهرب شاشة تلفزيون عندي هنا ديرموات كمبروسور طبعا هذا هنا الألمنيوم العازل وهذا هنا الكابل اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم حاجة حلوة ولا تنسونا من الاشتراك والاعجاب ندعمونا عساس بس نكمل وان شاء الله نعطيكم كل حاجة عن عالم السكراب والميزان وطريقة التعامل مع السوق فنقول ان شاء الله ان الجاي احلى اشتركوا في القناة